هذا واحد نيامي جاء من ديرته يدور مراسق قلة في المنطقة الشرقية ذلك الأيام في المنطقة الشرقية فيها أعمال في الجبيت الهيئة الملكية الدفان وما شابه ذلك وفي أرامكو وجاء وعنده القلابي ودخل على شركة الهزاع في ذاك الوقت ودور له بيت واستجر له بيتهم في الثقبة من واحد دوسري يقالهم بارك بن مسفر وستاجر عنده البيت ذلك لأيام البيتات أجارها رخيص على أربعمية ثلاثمية وخمسين وجاء بعياله عنده والدين مهدي وإحسين ووحدة من البنات وسكن عنده الدوسري لأصبح الصبح خذ قلابية وانطلق واليوم اللي ما فيها شغل على القلابي عنده تاكسي يتكس عليه مر في الحساء مر في الخفجي مر في الرياض ولكنه مستأمن جارة ذا الدوسري وغاد ذا الدوسري له مثل لخو والدمهوبو إلى درجة إنهم فاتحين باب بين الدوسري وبينك يا اليومي العيال ذا لا يدخلون وذا لا يطلعون الدوسري الماشرة وجابه قسمه قال للمرأة هن كانت الحماة هن كانت خضرة اللي هي هذا العيالة الجام أبو مهدي أي نعم أبو مهدي الحاصل يوم من الأيام وغدا الحريم تقول خوات خوات يرقدم مع بعض يروح مع بعض لأن هذه اللي راح اليام يسافر تجي عند خويتها جدة عيالها عند عيالهم والمرأة يتجي عند رفيزة هذه في يوم من الأيام صاحت المرأة تاكفين تاكفين يوم مسفر تاكفين يوم مسفر يوم جات للوليدهم هدي دمامينهم غرقته واش العلم قال الطاح من على الدرجة وشك راسه القطها أنت يا مسفر أنت يا مبارك بمسفر ذا وطربه للمستشفى وقاله خليت سنتي عند عيالة يوم جاء وشافه وخيطه راسه قال الدكتور خلوه عندنا ملاحظة هربع عشر ساعة لأنه طاحن على الراس جاء ليام يتالي الليل يام دخل بيته يتفقد عياله ما شاف الولد وهو في المستشفى ومنومت معه الدوسرية قوم المرأة وين الولد قالت والله لعب عند الجيران وامس عندهم ما بغت تقول له شيء امس عند الجيران يا مصبح الصبح وجاي يفطر علمته قالت له والله القصة يا بمهادي كذا وكذا وحصل كذا قال خير إن شاء الله راح وزار ولده وشاف ولده وجاء توقفت أعمالي القلابي ما عد به شغل ما عد به شيء وقعد لحول سنتين مع الدوسري وكل ما جاي يعطيه الدوسري الأجار قال آبد ما بي الأجار خله بعدين بعدين في ساعة في ساعة في ساعة يا أبن الحلال أخذ الأجار قال يا أبن الحلال أخذ الأجار أرحب يا أبو سعد خل الأجار بعدين بعدين وإلا أنت أخذ أجار قال خل الأجار في ساعة أهلا مراد قاموا أنتو يا اليمية والتصلوا به ربع أخوانه وهلا قالوا تعال جب القلابي وتعال هنا شغل في الحرم وهنا توسعه وهنا وهنا بتدخل قلابيك مع قلابيات عندنا على الشركات اللي تشتغل ويوم جاء الصبح ولده وسري تقاوى ودخل عليه وتقاوى عنده قال يا أبو مصفر جاي نودعك وين تودعني بتروح قلتها الرجال خالص مضبطن أموره ومرك في أشيات ما بهول عفش الله الله ما به شي قليل قال وين بتروح قال يا مسلم غير بدل بأشوف قامت دوسري توجد على الفيتس وقامت المراتب تسي على خويتها ركب الرجال يوم جاي يروح وله عنده حول أربعة أشهر لك يا الدوسري وظاهرها قال هذا أجر قال لا الله ما يدخل المخباه يريد هذي تعينك يا ابن الحال قال هذي تعينك في الطريق يا ابن الحال اللي أخذ درامك قال ولليامي ما معه في مخباه غير هشي قال أقول والله انتأخذها ومبعدين في ساعة يوم جام دبر قال يا ابو مهدي قال نعم قال الله يبيح منك رح تراها عنية الطريق والله ما عاد يجيني قرش يا مسلم قال أقول رح راح اليامي وراح الدوسري وراحة الدنيا على العابدين تواصله في بداية لمر كلنا انشغل في حاله عقب حول ثلاثين سنة وفيها ولا في زواج في جدة في ذيك الصالة التبيرة ولا مهدي ابو مهدي حاضر وعياله حاضرين ولا في واحد جالس قال ميد واحد يا أخوي الرجال ذاك وفلح يا هلي قاعد الرجال الجور هذا منه قال هذا فلان ولوقده رجول الرجل العمال وعنده خير وارزقه الله قال يا أخوي هذا كان جار اللي يقول هليامي اللي حاضر العرس وذاك يامي ويجيه ويسلم عليه ولا الرجال قده كبير قال ما عرفتني يا أبو مهدي قال لا ما عرفتك يا أولدي ما عرفتك من أنت قال أنا فلان ابن فلان اليامي رأي البقالة هلي في الثقبة هلي تاخذون مني وتسجلون عندي يا أول يا مرحبا يا ابن الحلال بنجي ذك عن مصفر عن مبارك ابو مصفر وش الدنيا بان علمني عنه قال هاي 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 ويش أقول والله يا أبو مهدي حال تنكسي فه العالم ظهرت كلها اللي في ذك الحارة والله معت بقال له وعييل في ذاك البيت بين ذا العمالة ولده مسفر بتزوج وجالها عييل وجار عليه حاثم ورح للكويت بعرب عليه وتوفى والشايب شوفه هردي والحال تكسيف ووضعه والله اني أنا الدكان اللي انتخابر هدمت وحطت محله عمارة واجرها وكل ما قعت بين حل وحل اروح ومر عليه قال الشايب يالهفي الهفا يالهفي على الرفيج الهفا تقفى تقفى هيني طالبك طالبه تعطيني عنوانه وتعلمني بمحله وعزمه انتي اليام اذا وتوافق وياه قال ابو الروح ويجي امم هدي قال يا امم هدي العلم كذا قالت انه معك فيما تبي قال انه واصلين الثقبة يلا امم هدي بي حسين والبنت يلا ولي عندها بعد عيالة ثانين وعندها مرتين ثانية ويروحون يتفقون معه رفيج زمرائي لدكيكين ذا ويجون يام وصلوا الفندق واسكنوا قال انتي الشايب الولد اروح للسوق واخذلك دينا ولا تخلي من الارزاق شيء لما تملاها فيه حط فيها ومرسوا قل لحم وسو 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 وتعال يام جاوا يظهرون وينصون البيت وذاك دليلتهم معهم يام جاوا دخل الشايب رجل اعمال ما عاد يملك خاضر هنا عمال وهنا عماير وهنا يام جاوا عند البيت لعصاه معه الشايب قال هيرو رفيج عنده بيته وينزل الشايب ينضغ حط درق ليه على القاع ويحط عصيته ويحط دقنه على العصاه يقوم ها يعاين البيت ويعاين الحارة ويهز رأس ودموع ذرايف تذكر الوقت اللي مضى يام ما معه شي ما معه حاجة يطقون الباب يام طقوا الباب يفتح لهم ذا الوري شباب والد شباب سلام عليكم عليكم السلام من انت يا ولد قال انا بارك بارك مسمى على جده ابن قال ابن مسفر دارانه والد اللي متوفي وان جد قال اقلط 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 يقول هالولد اقلط قال الحريم روحوا داخل ويقلط يا احبيت حليم حليم ويجي يقعد المجلس الشايب وعياله معه ما شاء الله رجاجين ولا خذا ولا شوي بيام جابوه يقودون هالعيال ورصيته يا مرحب يرحب ما ما يدري ماذا اللي قال يا مرحب يا مرحب يلا حيهم يلا حيهم يدخل ويسلم عليه الشاي بيخمه يطير به وكذا يا مه واش لكم عساكم طيبين يقول هدوسني شار ربعكم وشام ما جيتوا منهم قال هدوس اليامي انذي حين اللي ترحب تعرف من هنا تدري من هنا قال لا والله يلا جدي ما يدري من انت الله ضيفي نجعني في بيتي برحب قال انا تبدل فاقدل لك عزيز قال اهلا فاقدل لي ايش عارة ايش فاقدل لي جوفي فاقدل الحمتم من قلبي فاقدم مسفر قال مسفر مات وعند ربي الله يغفر له يرحمه مالك رفيز غايب لك من سنين ولا 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 لا حرف قال ايه لا تدد علي المواجه والله يا ابن الحلال ربع يواجه قال حين ما عرفتني قال لا والله ما عرفتك يا الأجودي قال انا فلان ابن فلان افلان كذا يا نابو مسفر ويقومون التخام ممون الثنين يا مرحب ومسهلة والله المسفر ذا حين تنه الله من قبره يا الله حي ويعودوا العيال يسلموا ولا خاذ ولا علوم هلا المرأة يا محطة تجلاتها عليها الدوسرية يا مقبلة يا الله تحييهم يا مرحب ومسهلة واتغلي الباب عليهم وجاءتهم الله يا مرحب والله ويسلمون عليها العيال وتقعد عندهم وتجي ذيك الثانية ويقعدون ويتسالمون عنده ولجة سمهدي عنده ضربت في راسة شفتيها وعنده حسين عنده العيال هذا العيال ويتطير بهم يرحبوهم قال الدوسر اسمع يا أبو أمهدي والله يا غداكم انت أكلونا قال انه خالص غدا أنا مجمور ونتهي انه عنده فلان وانت بتروح معنا لكن انه ان شاء الله منا برايحين اللي كل شي على ما يرام وقاموا وينزلوا واش ده واش ده واش ده اللي انت جاي بيني قال اسمع ذا حين انت وش مقعدك في ذا المكان العالم ظهرت وراحت وش مقعد قاد الدوسرية علمه يا ابن الحلال والله العظيم اللي أجتها لليل قفلنا بيوتنا بابنا علينا من ذا العمالة الله كفينا شرهم وعيلك قال وين أظهر وين أروح ديرتي ومحلي وبيتي قال اسمع البيت ذا بنزينه ونزبطه ونعدله ونسويه ونرممه وبنجره قال وين أروح قال ما هو شغلك عندي أنا اسمع لا تقاطعني انت لك معروف انفرقبتي والله ما ينسهلك والله العظيم يوم جيت أعطيك الأجار اني أفكر اللي أعطتك الأجار من أسوق وجهي لها أخذ من حق الطريق وحلفت انت علي وقطعتنا الطريق بلف واربعمائة بلف وثلاثمائة طول الطريق والله انها بنزين وكلت لأنا وصلنا جدة هذا جميل والله ما نسيتك لكن أنا أدق عليكم رقمكم ما هو الرقم الصحيح يقول قال انه غيرنا كل شي قال المهم انه بنشرين لكم بيت انه بشرك بخير وعندنا خير قال لا لا قال مهم مني يا نايم مهم مني لا تستعجل هيرضى عليك هذا من عيالك من المهدي ومن عسين ومهم أنا بعد ما بعد جاء حقي توهى بعد وصل نعم الجيران وش بلكن قال يا ابن الحق قال اقول اذكر الله عين خير الله يتزاك خير عين خير ابن اشريلك بيت في المأطق قال ابدا ادوسري ولا اقبل قال اسمع كلمتي نافذة ولا قال ابو هدي كلمة اما عادي ياثنيها ولا يغيرها خلصنا هذا موضوع خلصنا منه بيت ايل للسقوط ابو كان نفتح عليك وعلى عيالك ابن اشريلك بيت في المكان اللي انت بغاه انبغيت في الدمام انبغيت في الخبار انبغيت في ذا انا شعريه شعريه هذا من عيالك من هدي ومن حسين ومن امهم قال هما دامك معزم وناوي او الله ودي عند ربعي وجماعتي في الرياض في العزيزية هناك قال اولو خشمي بس ابن اشريلك بيت دور نرضي وشقتين وفوق الدور اللي كانت ومعيالك والبنات الباقيات والشقتين اللي فوق وحدة اللي للم مرت مصفر الله يرحم مصفر وعيالها قد عارف انوضعهم يا ما جاء عندهم والشقة الثانية الفهد ومرته والعيال اللي ما توظفها بنوظفهم وش تبي بعد انت رعي المعروف فيني هذا رد الجميل ورد المعروف وانا اخوان امنتك على بيتي امنتك على عيالي اروح وقطع طرق واسافر ليالي باربع ايام خمس ايام والله اني امن على عيالي وعلى زوجتي وعلى محاربي عندك يا بيتك وتشوف هذا قليل في حقك ولكرات بن مني انا انا وانا بخير باشترك رازقني الله عندي خير وجاء في الرياض توفى الشاي قبل سنتين وثلاثة سنين لو انت يا ابو مسفر الدوسري ولا اليامي موجود حين يرزق هذه قصة وفا ورد جميل شفتوا كيف